الفترة نهاية التسعينات بالعيادة قاعدة يشتغل جاءني واحد قال او جاء واحد يريد يدخل علي قلت تفضل قال انا ممثل من الرئاسة تفضل بفلان ساعة يمسك رتير الرئيس صدام حسين عبد الحمود قلت له يا ابو حاضراني دزولي السيارة راحت بالموعد المحدد قل لي دكتور الرئيس قرأ البحث مالك المنشور بالباع على التخلص من النظارات ويريد يقابلك ويا اطباء العيون حتى يشوف البياناتهم شنو رأيهم هما وانت شنو اللي راح تقوله قلت له حاضر طونا موعد اجدت سيارة اخذتنا انا وكل اطباء الاخصائيين مال مستشفى ابن الهيثم مدنيين مدنيين انا اللي لا رتبة لان انا على دارة المحاربين رحنا تخلنا كان الموجودين كلهم احمد السام الرائي وال رئيس الديوان رئيس الديوان وعبد الحمود وممثل الطبابة العسكرية وكل اخصائيين للعيون واني وقاعد يمهم دخل السيدة الرئيس وقاعد قال دكتور انا قريت هذا البحث مالك فاريت اشوف شنو صحة هذا التمارين مالك والبعض صحة هذا الكلام اجبت لخصائيين حتى تناقشهم وتناقشوني بس اريد اقول لك شي واحد انت اذا انجحت بهذا الهدي فالك اجرين واذا ما انجحت لك اجر واحد لان انت اجتهدت وكملت سعيت شوية زدت معنوياتي ابديت اشرح لهم على الاسس العلمية والفلسجية والتشريحية اللي استندت عليها وشون تحسنوا مرضاي عندك مرضى تحسنوا فعلا طبعا هاني تشتغل ذاك الوقت المرضى كانت عدي دورات تسوي ذاك الوقت يجوني للعيادة ويستمروني اسبوعيا الى ان اخير شي خلص يذب النظارة ويروح قال هان حشيت لهم كلها هذي قال زين دكتور خلنا نشوف جماعتك شي يقولون اول واحد اللي اللي شاليدة وزميلي ومن دورتي وصديقي عائليا قال سيدي هذا الحشي مو صحيح هذا الحشي موجود من فترة طويلة وعليها طريقة بيتيز هاي هاي الطريقة داي سويها شلت يدياني قال يتفضل دكتور خير قلت له والله سيديان يعني اتأسف زميلي وصديقي ومن دورتي هيشي قلت له ايه هي هالحشي هيحشي هالحشي مزعل منك انك لا 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 هو وكل ما عششي على زميلي ايه مدحشي لليش قلت له هاي طريقة بيتيز المبدأ ما لها تغمض وتخيل بس شي لطيفه بحياتك وتفوك عينك يعني ما الى اي اساس علمي يأيد هالطريقة ولوسا اني زميلي انا طريقتي شوان شنت علمه بس هاي الدنيا هيشي صارت اللاخ قال والله سيدي هذا اني مو موجودة بالكتب العلمية اللاخ قال والله احنا ما مجربوا يه اذن اذن يعني صار كلهم ضدي والرئيس متوثق منك لا 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 قاعد حيل متونسوا اياه اوكي بس يعني رح يعتمد كلامهم اللي دي شو له يعتمد كلامك اللامواني رأسا شل تيدي كان يقوللي اتفضل دكتور قلت له والله سيدة قللك شو واحد انا لو شعري اصفر وعيوني زرق وحش انقليزي كان كلهم ذولة قالوا وهذا اخو اش بحث بس انا اعربي انا ابن الملحة انا احب اخدم المرضع مجانا ما رايد منهم شي وحب الناس تكره مناظر ليش ما لقيله طريقة وده استند على اسس علمية فما عرف ليش عنده شي يقول اجنبي هو صحيح وحنا نظل مثل الببغاء نقلدهم احنا هل الحضارات مو امون واخذوا حضاراتنا وحنا نظلينا هادسة لنظلينا بهالطريقة قال لي عافية اجي واحد لقل سيدي اكو مناظر من تلبسها تشوف بعيد ووسط وقريب واضح هو كان ذاك الوقت بالقراية يكبروه للحرف لو تذكرون كان يقلوا بالصفحة كل ساعة قلت له والله سيدي بس تلبسها شلتي دي هم شلتي دي ما ادري اللعنات شنو قلت واصل دكتور قلت له والله بس تلبسها دكتور ثم سيدة ثم طلب القاح قل لي ليش قلت له هذه درجات يعني هذه راد لك فترة ثلاثة شور تتعوض عليها يا الله تلبسها سكة ذاك السكة ثلاثة شي جاوبني هذه صريحة مبدأ علمي انت ما تقدر تعاين قبل وتعاين جوه وتغير بالدرجة يعني بس نجي تتغير على كل حتشين غير مواضيع قال انتوا حتى نخلص من هالجدل بينكم وبينهم شكلوا لجنة وجيبوا لمرضى وفحصوه هذا الحل الوحيد العلمي قال او صحيح طلعنا طلعنا كل واحد مليون مليون طلعنا مليون دينار مليون دينار ذاك الوقت المليون زينا يعني الكل اخذوا يعني ماكو واحد ما اخذ هو هذا السياق السياق هذا كل من هذي فطلعنا ورا سبوع اجه اذا امشي رايح للعيادة شافني دكتور مكي قال لي دكتور انت وين ابو الباطنية زميلي صديقي مكة علوان قال لي انت يقولون انت مشكلين لجنة عليك وتخاف تروح للجنة انقارت تاني رحت على مدير المستشفى قلت لي موعب عليك عيادتك وقبالي رأسا ادزلي ورقة صغيرة يقول لك اللجنة تعال قامت على العثم منا ومنا على كلين قال خلنبدي هزة قلت لي اه امر انا حاضر قال رح ندزلك مرضى ش تريد قلت لي انا اريد غرفة ستة متار وواحد يساعدني ها هي ما اريد منك شي انا اريد كل شي ما احتاج اجزة علمية بس تدريب عضلي اول ايام قام يدزولي واحد انفصال شبكية مية بيض ها شنو ما لا علاقة ما لا علاقة بقصر البصر والنتائج هاي رح ترفع للرئاسة طبعا تشكل اللجنة وكل القرارات تروح لهم قلت لهم يا با ليه شي انا دا اريد واحد مصاب قصر بعد استغماتزم عدم القدر على القراءة بعد سن الاربعين جريت التليفون عن رئاسة هو قل لي رح اي شي صير اشكال السيد الرئيس اتصل بعبد خبرت قلت له هيش و هيش القصة دزلي مستشار اجه المستشار احتيت له قلت له انا اريد هيش و هيش هاي بحث علمي الى اسس علمية لازم نمشي عليها حتى نحصل نتائج صحيحة لو صح لو غلط بدأوا ذاك الوقت قاموا يمشون يدزولي ناس مصابين قصر بعد استغماتزم دزولي 71 قصر او بعد او استغماتزم استغماتزم او عدم القدرة على القراءة بعد سن الاربعين ابديت تدربهم انا قلت له مريض ثلاثة شهر هو المريض اول ما يجي فحصون درجة الرؤية وضغط عينه وعين عين اي مرض ما يجيبه بس الاخطاء الانكسارية دزولك مرض 70 واحد 70 واحد ابديت تدربهم خلصت ثلاثة شهر قالوا ووقف بعد خلصنا يلا هسه نجي نفحصهم قلت له ماشي خليقوا عدوياكم قالوا لا ما يصير احنا وحدنا نفحصهم روح فحصهم هلا وحد يتفحصهم انتم قام يدخل المريض يطلع يكفر يا بشبيك قال هذا والد يفحصون كله عسكرية هايوين 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 بسرعة يخربطوني هاني اريد اركز ما يخلوني جريت التليفون على الرئاسة قلت لهم ايش و ايش قالوا ووقفوا التدريب اجي المستشار ووقفوا الاختبار ووقفوا الفحص مالكو اجمعون كل الاطباء كل المرضى اللي يدربهم دكتور سمير وتقعدون اللجنة وياكم دكتور سمير يقعد موت يقلوا لذلك تدخل وسألوهم ثلاثة سئلة رأيك بالتمارين هل تركت النظارات الطبية ماذا تقترح على هذه التمارين وما هو رأيك بها من السبعين ستة وستين واحد اللي قاني دربتهم بقسم ما استمروا قالوا تركنا النظارات وقمنا نشوف كم واحد ستة وستين من السبعين يعني فقط أربعة اللي ما كانوا يجون تعرف ظروفهم قلت لهم التافية عليهم قلت لهم هذا المريض يقول أنا قمت يشوف زين أنت تقول لما تشوف أنا بطني توجعني وروح الوجع تقول بطنك بعد هتوجعك هذا المريض قالوا إيه هو تعزن شوف هاي لأخلاق مالتنا إيش كتبوا لرئاسة قالوا نعم تحسنت رؤيتهم ولكنها وقتية ليش لا رايد أقعد ببقانك لا رايد أخذ مركزك وهذا مريضك وناس تكره النظارة واجب أخلي حوايا وهي مزعجة تنزع وتفق وتترب وتتوسخ راحت للرئاسة الرئيس شاف كان يقول العبد الحمود أنت ما تشوف خلي دربك دكتور سمير شوف يعني إحنا وين وصلنا دزوا علي يقوم يدزون علي كل أسبوع أروح مرة أطيت تمارين لأيون عبد الحمود كان يشوف ستة على ستة وثلاثين يعني ثالث سرع على اللوحة ثاني سرع على اللوحة ابديت ها دربة نزل من ستة وثلاثين إلى ستة تسعة ممتاز قال لي نوبات يقول مني يقول لي قبل شن تلعب تنس ما يشوف الطواب هس قم تشوف هاي هاني علي أخ كملت قلت له سيد هذي درجتك وهاي هس صرت وثمال دير قال روح دكتور رح نندز عليك آني رحت بس قال أي واحد يحاول يصير ضدك خابرني رحت لا بدأوا يثقون بقصتك يعني آني سوي هي شي آني واثق بي آني من أطبق على عيني وعلى عائلتي ما خاط من أحد آني إذا صارت عيني زينة ما قدر أسو عين فعلا دكتور طبقت على نفسك طبعا طبقت على نفسك يعني شين تلبس مناظر ناقص درجة ونص ومن عبرت الأربعين قمت لبس مناظرات مع القراية مع البعد مع البعد لأن تعرف العضلة الهدبية بالكبر ترعى ما حد قويها زينة قبل ما نروح ناخذ استراحة أدنى دقيقة حتشي لي نهاية القصة ورئاست الجمهورية ما جاوبوني ما جاوبوني ولا رح وعبد الحمود ما قل للرئيس سمعت بعديا عبد الحمود قل للسام الرائي رئيس الديوان قل ترى أنا صرت زين قل زينش قل طولت قل ثلاثة شهر قلنا لا فترة طويلة أسكت غلص عليها وما وصلوها للرئيس ما وصلوها للرئيس هذا اللي أحمد شنا نعيشه طبعا هذه قصة مهمة أنا أشكرك جدا عليها دكتور سمير القصة بخلينا ناخذ استراحة أحبة المشاهدين الكرام أبقوا معنا لا تذهبوا بعيدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر